يلا نشوف مع بعض الجزء ده الجملة دي تكررات في انتحانات كتيرة قدروا لي هنا يا سماع يلا على طول كيجز نمبر 15 سامي لا تنقى عندما ترى سنك فقط ترى بسهر بانك يعني لا تزعر لا تخافش نمبر 16 حبيبة كروكوديلز هف جوت سترونج with very sharp teeth inside نمبر 17 we enjoyed our around the swan محمد يهاب روت محمد يهاب محمد يهاب number 17 مهيت ياسير قالت ايه محمد we enjoyed our tour 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 اللي هي جولة سيحية يبقى هنا استمتعنا برحلتنا ايوة يا هاب وانت يسير خطم اللي هو الجزء في كلمات اللي ابدوت قبل ما لما انقلش موجود صح اكيد اكيد يا محمد وبعدين الكلمات انت ما فيش كلمات الدنيا بسيطة خالص هاي دنيا بسيطة خالص تمام كلمات ده طبعا لازم يجيلي منها في الانتحان في الاختياري نشوف number 18 في number 18 when we go camping we sleep يا يوسف in our we sleep in our sleeping bags sleeping bags على طول we sleep in our sleeping bags نقطة اللي بعدها number 19 يا سما have you got a من دولة it's too dark it's too dark الدنيا ضلمة torch torch طبعا اللي هو كشاف يا سمية بقول you should use لازم تستخدم ايه when you are in jungle لو انت في الادغال او في غابة to avoid insects عشان تتجنبي لدغات الحشرات stingers يعني لدغة او لصع طبعا هستخدم هنا حاجة اسمها insect repellent اللي هو بمعنى طارد للحشرات insect repellent number 21 يلا يا نور امن دولت is essential essential معنىها ضروري واساسي for a ship crew لطاقم العمل على السفينة ship crew طاقم العمل على السفينة to know where they are عشان يعرفوا هم فين campus campus طبعا اللي هي البصلة campus البصلة number 22 يا سامي بقولها as they reach the campus site لما وصلوا المخيم بتاعهم they set up معنىها اقاموا وضعوا اساسوا حطوا ايه tint tint طبعا في campus site tint خيمة to slip in بعد كده كان مديني مجموعة كلمات وقلت لك خلي بالك من كلمة green هنا green هنا معناها clean كلمة green معناها clean بديني clean up اللي يعني move all dirt بديني damage بمعنى spoil او harm يتلف او يدمر destroy بمعنى damage completely اللي هي يدمر برضو او يتلف بديني feed بمعنى يطعم hiking اللي هي معناها التمشية having long walk in the country في الريف او في الماونتنز اسمها hiking look after اللي هي اعتني بيه او يحتمي بيه اللي هي take care of take care of organization اللي هي منظمة قدر اصويها بكلمة تانية اسمها foundation يبقى organization او foundation اللي هي عبارة عن group of people who form a business او club لما اقول protect هناك فعل بمعنى save protect زي save اللي هي يحمي keep somebody or something safe respect فعل بمعنى يحترم to admire or have a high opinion on something or somebody يبقى انت كده respect him او respect the things بتحترم الشخص ده rule اللي هي قاعدة او قانون وما لغبطش ما بينها وبين الro اللي عندي انا r u l e بمعنى قاعدة او قانون مدرسي مسلا يبقى لما اقول official statement معناها عبارة رسمية او حاجة رسمية زي تلزي يو اللي بتقولك what you must or mustn't do ايه اللي يجب او لا يجب انك تقوم به in particular situations or in a game او في لعبة يبقى rules للالعاب او rules of the school دي بسمها قوانين اللعبة save save بفعلي عندي بمعنى ينقذ وايضا بمعنى يوفر to keep somebody or something from this كونك بتنقذ حد من this من الموت او الهرم او الاذ او الضرر يبقى انت كده save بتنقذه fields اللي هو بنسميه هنا بمعنى عجل البحر اللي هي grey animal with short fear zoo فارو صغير او قصير that live in او near the sea يبقى لما يقول الانمل اللي بتعيش بالقرب من السي اقوله ده اسمه seals waste بمعنى يبذر او يبدد يضيع وده فعلي سيء ايوه فعلي وحش طيب اقولك don't waste don't waste او you mustn't waste you mustn't waste انما هناك اقولك you must save waste بمعنى او يبذر فاقول هنا to use something in careless way استخدم الحاجة بطريقة فيها اهمال or for something that is not necessary join فعلي بمعنى يلتحق بي او ينضم لي مهم جدا الفعل مع استخدامه مع كلمات معينة زي club او university زي club او university يبقى join a club بمعنى ينضم لنادي join university بينضم او يلتحق بالجامعة to become member كونك join يعني انت بقيت شخص وعضو في الكلب او الورجانيزيشن ديت تعالى طبع على مجموعة الكلمات لما اقول the green club the green club معناها النادي المهتم بالبيئة الجرين هنا معناها صديق للبيئة اللي هي بتعني clean the green club is هو عبارة عن a for young people للشباب who are interested in protecting environment اللي بيهتموا بحماية البيئة and saving animals او saving wildlife هقول طبعا ده يسمو organization fresh foods and vitamins الفرش food and vitamins against disease against disease معناها ضد الامراض ضد الامراض يبقى سمعها protect us against against the young man was so brave that he could he was brave that he could save we have to yagib an when have to bit so must we have to bit so must we have to not our parents and teachers respect respect and respect to her room clean up she not her baby her baby quite well looks up looks after looks after they went jungle in the jungle fishing or climbing or swimming or hiking they went hiking they went for walk look at my cat she is her young kittens with great love in her love she is feeding feeding eating eating animals with short fear that eats fish it has no legs don't know at the forest don't destroy don't destroy don't destroy the forest you mustn't destroy you mustn't destroy number eleven we mustn't know the trees we mustn't damage طيب دي لك الجملة دي برضو كده نسح صح معايا we mustn't damage the trees واقول لك استخدم save we mustn't the trees يبقى لازم الدين تبقى واضحة كده قدامنا ونلعب بي الكلمات سواء اختياري او grammar don't know out your time uselessly waste don't waste don't waste number sifteen بقول we must follow our school rules rules طبعا القواعد المدرسية او القوانين المدرسية or we may be punished وإلا سنعاقب وإلا هنتعاقب رامي is going to our club 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 اسمها join club join club have to have to has to must حصل أو حصل شي حصل يسير حصل يسير كلام جميل طبعا هنا مديني بعض النوت الخاصة بالعلاقة ما بين must وhave to بيقول we use must بستخدم must عشان عبر عن حاجة اسمها obligation يعني الزام we use mustn't بستخدم mustn't عشان عبر عن حاجة اسمها prohibition معناها تحريم ممنوع حاجة تانية بيأكد لطبعا ان بعض must أو mustn't أو have to أو has to بستخدم الباس فورم اللي احنا بتسميه infinitive المصدر زي we must respect زي you mustn't touch the scenes بعد كده بيقول خلي بالك نادرا ما بنستخدم must inquestion نادر لما نستخدم مفت الاسؤال طيب هو انا مش قدر اسأل وقول must هل يجب علينا ممكن بس بيقول نادر يعني يعني يفضل ان انا ما استخدمهاش في السؤال ماشي يا عم شكرا دي واحدة طب مالله حبيت اسأل بمعنى هل من الضروري ان قل استخدم do أو does مع have to حلو الكلام يبقى must نادر لما باستخدمها في السؤال اه اسأل عنها ازاي اقدر اسأل عنها do أو يقول لي ان must و mustn't باستخدمها في المضارع فقط طب لها ماضي مفيش ماضي من must و mustn't لا فيه اللي هو السيغة بتاعت have to has to يعني must و mustn't نفيها هنا الماضي منها أو المستقبل منها باستخدام have to باستخدام have to يعني لو عايز اقولك انا يجب في الماضي يبقى have to آه سوف يجب في المستقبل will have to will have to لازم ابا فاهم فاهم مش حافظ فاهم الفرق ما بين mustn't و don't have to أو doesn't have to هي دي مش بتسويها لا ما بتسوهاش انا قلت must بتسوي have to has to في الاسبات انما في النافي لا في النافي لا هنا mustn't بتعبر زي ما قلنا عن تحريم أو تجريم ممنوع انما don't have to و doesn't have to بتعبر عن حاجة اسمها lack of necessity غياب ضرورة ليس من الضروري مش ضروري لان الحاجة عملت قبل كده تعال طب الكلام ده ما قول my car is very dirty I not wash it يبقى هقوله هنا I have to wash it يعني I must wash it لازم أقسل my sister want to seize a crocodile هي عايزة تفرج على crocodyl she not have a look very carefully she ma عندش هنا has to have a look يعني هي لازم تبص عليه بس carefully my father is a police officer sometimes he not work at night sometimes he has to if you want to be a teacher you not patient and organized you have to be you have to be you have to be patient and organized nice the men so whether room is a miss is a miss it's missy is a miss it's missy it's missy it's missy 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 she has to she has to she has to she has to she must i know you can't see well so you know that wear glasses so you not wear glasses you have to you have to wear glasses it's going to rain you not go for a walk you don't have to you don't have to you don't have to you don't have to to have to have to take a taxi it's all as have to to you have to have to have take a taxi هل يجب عليها يعني هو عايزني هنا اكون سؤال عن have to السؤال كامل عن have to لازم يبقى عندي دو أو ضز سم الفاعل سم هاف وتو والمصدر نقطة تانية برضو تكوين سؤالة هوت لازم أبصي الجملة من أولها لأخيرها هل أنا بقول دو يو هاف تو ولا أريو ولا هاف يو ولا ويريو طبعا ما مش حاجة أسمع ويريو جيت ولا هاف يو جيت ولا أريو جيت ولكن أقدر أقول دو يو هاف تو مصدر دو يو هاف تو مصدر نو آي باي إني فود I have some in the fridge خلي بالك بقى والجملة دي تفهمك أكتر يعني إيه غياب ضرورة يا سير يعني إيه غياب ضرورة اللي بتتكلم عنها نفي هاف تو ونفي هاس تو بنفي هاف تو وهاس تو زي ما قلنا بضون تهاف تو أو دزن تهاف تو مش مصدر خالص مش مصدر خالص بقول نو أي نقط باي إني فود طب إني عندي بقى أنا ها اختار نفي طب النفي ده هيبقى مين هيبقى I don't have to ليه؟ لإني بقول I have some in the fridge أنا عندي بالتلاجة فأنا مش مضطر إن أشتري أكل تاني أنا عندي أكل مش لازم أشتري مش لازم أشتري يبقى اسمها No I don't have to نقطة إليبن You obey the law Law القانون obey تطيع يعني دي حاجة يلزم وضرورة أيوة طبعا يبقى اسمها You must obey the law يجب أن تطيع تسمع وتنفذ الأوامر You must obey Don't make a noise أو Don't make noise ما تعملش وش في الفصل It means you لما أقول لك Don't make noise معناها معناها هنا Must make noise ولا have to ولا mustn't ولا don't have to mustn't لأ طبعا هنا ما فيهاش بقت يمكنك ولا يمكنك لا ده ممنوع ممنوع آه يبقى mustn't ممنوع محرم مجرم يبقى mustn't والمصدر يبقى You mustn't make noise نمبر سري أو سيرتين We not respect the law أما هي زيديتة 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 يبقى هاوله هنا We must respect the law We must respect the law يجب أن نحترم القانون نمبر فورتين بيقول لي هنا No parking No parking أيوة محمد آهاب ممكن طبعا أقول have to أو must اللي اتنين اوكي ولكن طبعا هنا هندخل في جدال شوية محمد آه امتى بقول have to وامتى بقول آه must تمام احنا اتفقنا من البداية ان have to بتساوي must have to بتساوي must هو المفروض ما كانش جاب لي two دهية عشان أقول له must وخلاص ولكن هنا ممكن أقول have to ممكن أقول have to تمام الفارق طبعا ما بين اللي اتنين ايه عايز يقول لي ان ده الزام داخلي والزام خارجي الزام داخلي والزام خارجي فانا هعملها زي ما قلنا قبل كده you زي هي obey the law يبقى بقول you must obey the law ها يعني لو جاتي في مدحان والنفس قدر الزبط هما الاتنين زي بعض يعني قبل مصد وقبل هفتو تمام اللي اتنين دولت كده آه must وhave to استخدم must you must pay the law you must pay the law هنا we must بار وهاتشوف الجملة دلوات قدامك باكتر من جملة هتلايك دي بالك مره مصد ومره هفتو في number 14 ايه الصد ايه في الصد عندك هسان ها no parking no parking no parking معناها you park your car in this area you mustn't park no parking that you know smoking اي نو عندي معناها you mustn't number 15 we not smoke in a hostel mustn't اقول له هنا we mustn't we mustn't smoke in hostel يجب الا number 16 you careful on canter roads طبعا you must be you must be careful طبعا هنا استخدام جديد شوية ولكن مش اللي يقصده يعني كلام ده هو دخل بي هنا مع الاختيارات هو كان المفروض رمالي بي هنا كان المفروض رمالي بي هنا تمام must be اللي هو اعتبار ال بي هنا المصدر من يكون عشان اقول لك you must be careful يجب ان تكون حذر طبعا اثناء السير في الطرد هي مصد بي تانية على بعضها كده اللي هي بمعنى لابد وان اسمها مصد الاستنتاجية برضو عشان ما انتوشي خليك في مصد الالزامية بتاعتك وبس يبقى هنا بقول you must be careful يجب ان تكون اكثر حذرا اثناء السير في الطريق تعالى شوف الجمل ديت لما بتقابلك في جزئية rewrite مقول be quiet in class be quiet in the class عايز استخدم have to be quiet in the class وعايز اقول have to يا محمد you have to be quiet in the class كلام جميل ولو ما تدنيش have to هنا وقال استخدم must هقول you must be quiet in the class بس تمام number two it's important for hair نركز بقت شوية في الجمل اللي فيها لف ودوران ديت فها لف ودوران ازاي مديني هير مديني زم مديني مي مديني اص اه يعني هير هنا او زم او اص الفاعل هيختلف اه تكوين الجملة هيختلف فعشان كده لازم اكون فاهم استخدام ضمائر المفعول اللي عندي كويس بمعنى بمعنى لو قلت هنا it's important for me يبقى انا لازم ابدأ الجملة باي لو قلت it's important for hair يبقى لازم ابدأ الجملة بشي لو قلت it's important for them يبقى لازم ابدأ باي لو قلت it's important for us يعني ابدأ بوي تمام لو قلت it's important for احمد يبقى لازم تقول احمد يلا مين جاهز انا احمد it's important for hair to do او هنا it's important for hair المفتوض هنا هو تفي to واقعة من الجملة اكتبها انت it's important for hair to do the housework في هنا to نقص اساسا في السؤال تمام عايز اقول has to تفضل she has to do the housework بس ايبا she has to do the housework she has to do the housework number three بقول hard study leads to success يعني الكلام ده عايز يقول المذاكرة كويسة بتؤدي للنجاح طيب عايز نقول ايه عايز اكت تقول حبيبي you have to you have to ايبقى you have to you have to study hard to succeed يجب ان تزاكر بجد لكي تنجح you have to study hard to succeed you have to study to succeed i have to study my room عايز اقول my mother يعني الهدف من الجملة ان انا احاول have لمع الماظري عشان تبقاه has to has يبقى my mother has to tidy here room حبيبة احاول احاول قدت my mother has to die my room انا عملها here بس لو انا قدت my يعني الجملة عندك ايه يا يا سامة i have to do my room انا مضطرة ارتب قطي تمام طب ماما مضطرة ترتب قطي ولا قضتها قضتها يكون افضل هي وطبعا مش هي علق لي هنا على استخدام my أو hair ولكن يفضل طبعا ان لما اقول فاعل اقول الملكية اللي عيد على الفاعل ده تمام ايوة يبقى لو انا شي يبقى hair لو ان هي يبقى his وهكذا يعني لما اقول مثلا i have to do my homework هي has to do her homework نوطة number five my sister has to help her mother my sister has to help her mother you have to help your mother you have to help your mother her mother مش هقول لك انت ساعد ممتها ولكن ساعد منطق نعم ينفع you most ينفع you most بس هو لي هحاول لي هحاول has to 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 الهدف الهدف في الجمل دي كلها جزء بتاع i و she ان اعبر مع i بجمع اللي هو have ومع هيف شو يؤدت بستخدم هاز بس ولو قلت must تمام الجملة معناها واصل ولكن انت هتغير ليه هغير في حالة واحدة يا هاجر لو هو اداني بمقص must خلاص اكتب must number six yes she has to meet her friend عايز هنا ان في الجملة no she doesn't have to meet her friend do you have to go fishing today yes rami has to paint the wall does yeah sumia does rami have to paint the wall does rami have to have to to yes he has to take a taxi كلام جميل يعني اذا doesn't have the lsb bet bet har raja has to baraja has to yes he has to take a taxi number ten طيب لو جينا هنا هو في ناب nine مثلا هنفرح شوية وي قال لي هنا وتستخدم yesterday على نفس الجملة ده هي yesterday ممكن اقول yes he had to take a taxi تمام لو مديني no هنا هقول no did not have ولو yes هتبقى yes he had to take a taxi كلام جميل اه افتكر ان احنا قلنا شكل الجملة في المستقبل وفي الماضي try to be patient صبور when you teach your younger brother استخدم have to يبقى هقول اينا محمد you have to be you have to be patient when you if you have be patient you have to don't take flowers you must pick flowers don't pick flowers you mustn't pick flowers number 12 respect the school rules you must respect the school rules اه 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 لما خلص المقرر بتاعنا يا محمد نستعجل نيش بقى نام number 13 leave your car in the parking area leave your car in the parking area وهو عايز نستخدم mustn't park you you mustn't park you mustn't leave your car in the parking area هو بيقول mustn't you mustn't leave your car in the parking area هو عايز نقول mustn't تمام مفيش مشكلة مفيش مشكلة ده باعتبار يعني عشان المعنى يبقى صح ولكن هو كان بدل ما يقول mustn't بيلانتس او تريز استخدم mustn't you mustn't damage you mustn't damage بيلانتس او تريز يبقى عايز دايما احول don't ركز بس الشوية في الاربع جملة الاخيرة الاربع جملة الاخيرة الاربع جملة الاخيرة برضو علشان الناس ما تباش مترددة ويبقى قدامها الجملة وعكسها في نفس الوقت و الطبيعي الطبيعي في الجملة دية ان اقول لك استخدم must الطبيعي في الجملة دية ان اقول لك استخدم مصرع must يا حلوتك الطبيعي في الجملة 12 ان اقول لك استخدم must لاني بدي لك فعل امر must يعني اعمل يبقى must والطبيعي ان انا لما اقول لك don't اقول لك استخدم لك كلمة must يبقى ايزا الطبيعي لما اقول لك ليف ان اقول لك استخدم كلمة مصت مش مصنت مصت مش مصنت عشان كده لو حابب تحذف النط دي خالص وتخليها مصت اشتغل مصت وخلاص تمام انما لما اقول لك دونت هنا فانا هقول لك استخدم لي مصت ايوة يا لو مصت اصلا ما نهيبك كويس لو مصت ايوة ايوة ما هو ده المعنى الصحي بتاعها هو انا لما اقول لك يعني يومصت ولما اقول لك هنا يومصت ايوة ما انت لازم تركن عربيتك في المكان المخصص للراكن تمام ايوة هي كده يا احمد يعني انا بقول لك هقول لك يومصت ايه ها انا بقول لك دونت سموك بقول لك دونت سموك هقول لك استخدم يومصت لا يومصت تسموك يومصت تسموك يومصت تسموك اذا لما يديني نفق اساسا المفروض كازو طيب لقيته عامل كده ويه بديني عكس المطلوب خلاص حاول 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 تديني المعنى صح حاول توصل للمعنى بالطريقة الصحية جملة الاولى اي مصت ديد انا طبعا بعد مصت مصدر يبقى هقول له دو هاز هي هاف تو مند انا طبعا ما باسألش بهاز المفروض اسأل بضز نووي ارنت هاف لا اسمها نووي دونت هاف نووي دونت هاف نووي دونت هاف نوو فوتو معناها ممنوع التصوير نوو فوتو يبقى معناها we mustn't take photo we mustn't take photo he isn't have to take a taxi لا اسمها he doesn't have to take شرحنا جزء دا ولا لا لا يا راجل بجد والله هو تشرح عاملنا هو تشرح في السنتر كله تمام مرة واثنين كمان انما في الولاين ما تشرحشي لا طيب قدام يديتين لا نقدر نفقدهم حاجة طيب سيد سيد نعم قبل ما سيسون يقف هو ايه الحاجة اللي احنا بننام تحتها التنت هو احنا بننام تحتها امال انت بتنامي مش بتبقى مضللة عليكي جواها جواها يعني لا جواها 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 هيبقى عندك حاجة اسمها سليبينج باكز سليبينج باكز سليبينج باكز بتدخلي نفسك بزوستة كده وتقفل على نفسك بسليبينج باكز تمام؟ ده الان انما التنت مش هقولك بقى ممكن اقولك ان او اندر على حسب البدائل اللي موجودة قدامك حسب بدائل الاختيار اللي موجودة قدامك تمام؟ في اللي هو الحاجة واستخداماتها تمام تمام موجودين عندك طبعا وبرضو عشان نستاذ محمد يهاب الحاجة واستخداماتها اللي هي بيتش فورتي الجزء ده هوتي حبيبة الجزء ده حلناه طبعا في السنتر برضو ده الاستخدامات اللي عندك محمد الخاصة بمجموعة الكلمات اللي في اول درس مجموعة الكلمات اللي في الدرس الاول اللي انت بتقول انا ما كنتش موجود فيه تمام؟ لما قول هنا انت محتاج ايه هنا الحاجة اللي بتوجهك هي طيب الحاجة اللي انت بتنم تحتها ده تنت إنما زيس تسليب إن اللي بتنام جواها ده اللي سليبنج باكز ده اللي سليبنج باكز زيس توووك إن حاجة بتمشي بيها هو يقصد اللي موجودة عندك في كلماتك اللي هي الوووكينج 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 بوتس الوووكينج بوتس نفسه مبني على مجبوعة الكلمات اللي عندك في الدارس الووكينج بوت اسمها يا ثمية لما قول نستخدم الكريم واقع من الشمس نايت طايم معناها دارك حاجة تستخدمها في النايت طايم اللي هو التورش ده مبني على مجموعة الكلمات اللي عندك في الدرس الاول ماشي يا حبيبة ماشي يا سير شكرا ماشي يا سير بقيت الناس هنحفظ مجموعة الكلمات اللي عندي بعد كده اللي هي الكلمات دي لازم احفظها عشان يبقى قدامنا جزئية الجرامر